بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الثاني من الوحدة الرابعة بعد أن تناولنا في الدرس الأول الحالة الأولى من حالات تغير الشركاء في شركات التضامن وهي حالة دخول شريك جديد مع بقاء الشركاء السابقين نكمل هذه الحالة في هذا الدرس فعندما يستثمر الشريك الجديد مبلغا في الشركة وهذا المبلغ يكون له نصيب يمثل له نصيب في الشركة دون أن يدفع للشركاء السابقين في هذه الحالة يجب التفريق بين الآتي دخول الشريك الجديد على أساس القيمة الدفترية للشركة أو دخول الشريك الجديد على أساس قيمة تزيد عن القيمة الدفترية للشركة أو دخول الشريك الجديد على أساس قيمة تقل عن القيمة الدفترية للشركة ونفصل هذه الحالات عندما يدخل الشريك الجديد على أساس القيمة الدفترية يتغير رأس مال الشركة ولكن يتم تقييم هذه الشركة على أساس القيمة الدفترية أو يدفع الشريك الجديد نصيبه على أساس القيمة الدفترية للشركة مثال شركة التضامن يمتلكها زيد وعمر برأس مال قدره مليون ريال قررت إدخال عدنان شريكا ثالثا فيها على أن يكون له 50% من الشركة على أساس قيمتها الدفترية التي تظهر في صافي حقوق الشركة بمبلغ مليون ريال القيمة الدفترية للشركة مليون ريال وقرر الشركة دخول شريك جديد على أن يكون له نصف الشركة بمعنى أن يزيد رأس مال الشركة ليصبح 2 مليون ريال ويكون للشركة الجديد نصف هذا المبلغ وهو مبلغ مليون ريال وباقي الشركاء يكون لهم النصف الآخر نطلوب تسجيل قيودة اليومية اللازمة القيد يكون كالآن من حساب البنك إلى حساب رأس مال عدنان المبلغ الذي دفعه عدنان لزيادة رأس مال الشركة وليصبح له نصيب فيها الحالة الثانية ليدخول شريك جديد على أساس قيمة تزيد عن القيمة الدفترية للشركة بمعنى أن هذا الشريك يدفع قيمة تزيد عن قيمة ما اشتراه من الشركة وفي هذه الحالة يتفق الشركاء على أن يكون الفرق الذي يدفعه الشريك الفرق بين القيمة الدفترية وقيمة ما دفعه الشريك أن يستفيد منه الشركاء السابقون في شكل زيادة في رؤوس أموالهم هذا الفرق يستفيد منه الشركاء السابقون أو أن يعتبر الجميع ما يدفعه شريك الجديد رأس مال له ويعوض الشركاء السابقون بزيادة رؤوس أموالهم عن طريق إعادة تقييم الشركة وتسجيل الفرق بين القيمة الدفترية للأصول وبين ما قيمت به الشركة يعتبر أصلا يسمى شهرة يعني يجب ما دفعه الشريك يعتبر جميع ما دفعه الشريك رأس مال له والشركاء السابقون يعوضوا بأن يتم زيادة رأس مالهم عن طريق إعادة تقييم الشركة وتسجيل الفرق في حساب يسمى شهرة المحل وفيما يلي مثال عن الحالة الأولى شركة التضامن يمتلك زيادة وعمر تمتلك أصولا بمبلغ مليون ثلاثمائة ألف ريال وعليها مطلوبات تبلغ ثلاثمائة ألف ريال قررت إدخال عدنان شريكا ثالثا فيها على أن يكون له خمسين في المية من الشركة بمعنى أن يكون هذه الشركة أصولها مليون ثلاثمائة ألف ريال ومطلوباتها ثلاثمائة ألف ريال بمعنى أن الفرق بين الأصول والمطلوبات مليون ريال بمعنى أن يكون لشريكة جديد خمسين في المية بأن المفترض يدفع مليون ريال ولكن اتفق الشركاء على أن يدفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال وتم اعتبار هذا الفرق زيادة في رؤوس أموال الشركاء بما فيه مشاريك الجديد يعني مبلغ خمسمائة ألف ريال يتم اعتباره زيادة في رؤوس أموال الشركاء بما فيه مشاريك الجديد نطلوب تسجيل قيود اليومية اللازمة الحل القيد يكون كالآتي من حساب البنك بالمبلغ الذي دفعه الشريك عدنان إلى مذكورين رأس مال زيد ورأس مال عمر ورأس مال عدنان طيب ما دفعه الشريك الجديد مليون وخمسمائة ألف ريال وكان من المفترض أن يدفع مليون ريال ولكن دفع قيمة تزيد عن القيمة الدفترية اللي هي مبلغ خمسمائة ألف ريال وتم اعتبار هذا المبلغ زيادة في رؤوس أموال الشركاء الخمسمائة ألف ريال نصفها للشريك الجديد ميتين وخمسين ألف ريال والنصف الآخر الميتين وخمسين ألف ريال للشركاء زيد وعمر بواقع مئة وخمسة وعشرين ألف ريال لكل شريك بمعنى أنه تم زيادة رأس مال الشريك زيد بمبلغ مئة وخمسة وعشرين ألف ريال ورأس مال الشريك عمر بمبلغ مئة وخمسة وعشرين ألف ريال ورأس مال عدنان مئة مليون ومئتين وخمسين ألف ريال اشتركوا في القناة